سجلت الصين 72 إصابة بفيروس كورونا على علاقة بالمشاركة في أولمبياد بكين الشتوية 2022 بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوة وكشبت اللجنة المنظمة عن دخول 2586 شخصة على علاقة بالدورة إلى الصين وأوضحت أنه من خلال إدارة الحلقة المغلقة وإجراءات الحماية الشخصية وخاصة إجراء اختبارات كوفيد 19 بشكل يومي استطاعوا رصد الحالات الإيجابية مبكرا ووقف انتقال العدوى ومعالجة الوضع في الوقت المناسب